هذه الأراضي الزراعية في مديرية حيفان في تعز كانت موطنا لزراعة الحمضيات والفاكهة والذرة وتصدرها إلى المدن المقاورة قبل أن تغزوها في السنوات الأخيرة شجرة القاتي كمستوطنة جديدة كانت تصدر الحمضيات من المنطقة إلى جميع المدن منها صنعاء وتعز وعدان وكذلك البنغو والموز سابقا عندما كانت الغيول فقفت الغيول وبعدها انقرضت الحمضيات بفعل أمراض أمراض ظهرات تسمى التقرح البكتيري لا غربة إن تبدل حال أبناء منطقة المفاريس والسبود أعبوس بعد أن قفت الآبار عيون المياه وأصيبت الحمضيات بأمراض التقرح البكتيري وعندما عاد موسم الأمطار جرفت السيول التربة ودمرت السواقي كما أن ارتفاع سعر الوقود وقطع غيار البضخات ساهم بتراجع مستوى حياتهم العملية ولم يعد يقوى المزارعون هنا على تحمل كل هذه الصعوبات ليتحول بعضهم إلى غرس نبتة القات إذ تدر عليهم ربحا وفيرا وسريعا يستطيعون من خلاله الإيفاء بمتطلباتهم وحاجاتهم الأساسية كان المواطن اعتماده الأساسي في منطقات المفاليس على الفاكهة وعلى شجرات الليمون شجرات الليمون وشجرات الفاكهة أصيبت بأمراض عديدة مما سبب على أهل القراض فرق المزارع لكي يكسب رزقه للمدى التلقات لأنها مجرة بربح أكثر مع أن زراعة تلقات ما زالت محدودة في هذا الوادي إلا أنها قابلة للانتشار والتوسع لتلتهم المساحات المتبقية وهو ما يتطلب من الحكومة والمنظمات المتخصصة سرعة التدخل لدعم المزارعين في الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات وحفر الآبار وبناء المصدات المزارعون هنا يتطلعون لاستجابة الحكومة والمنظمات في دعمهم لاستعادة منتقاتهم الزراعية من الخضروات والفاكهة في سبيل خير البلاد خاصة وأن الزراعة في هذه المنطقة التي ظلت محرومة من أي اهتمام ورعاية طوال الحقبة الماضية سامح عبدالوهاب فناتو بالقيس ينوبي تعز